إن خدمة الزهراء ليست كخدمة أي من الأئمة الأطهار عليهم السلام خدمة استثنائية عجيبة والله لها خصوصية خاصة الذي يرتبط بالزهراء عليها الصلاة والسلام خدمته تصبح نوعية وآثارها نوعية أنا خلي أضرب لك مثال ما دمنا تطرخنا لهذه المسألة إخواني الآن أنتم في بيوتكم بيوت كل الشيعة في العالم أول كتاب موجود شنو المصحف الشريف صحيح ثاني كتاب شنو قلوا لي مفاتيح الجنان قرين القرآن دائما صحيح كل بيت شيعي في آذان الكتابان مصحف الشريف ومفاتيح الجنان للمحدث الشيخ عباس القمي رحمه الله ما السبب في خلود كتاب مفاتيح الجنان؟ إذا عرضنا الأمر على التقييمات يعني عرضوه عليك كمقيم مجرد أقيمه تقييما مجردا أنا أقول لكم أنا خمطلع على كتب الأدعية والزيارات كتاب مفاتيح الجنان بالقياس إلى بعض كتب الأدعية والزيارات يعتبر كتاب عادي بل أقل من عادي حقيقي يعني هناك كتب عندنا في الأدعية في الزيارات أعظم من مفاتيح الجنان أجل من مفاتيح الجنان أكثر وسعة من مفاتيح الجنان أضبط وأوثق من مفاتيح الجنان أنا أقولها لكم بتجرد علمي أقو يعني هناك كتب أقوى من مفاتيح الجنان أفضل منها أفضل منهم ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هذا الكتاب بالذات كتب له هذا الخلود والانتشار العجيب والاستثنائي مع أنه للعلم لما ألفه صاحبه ماذا بحيل عليه؟ يقال أن الشيخ القمي كان مريضاً ذات مرة فدخلوا يعني زاروه عادوه بعض الأفراد فقالوا ماذا نفعل بماذا نخدمك كذا؟ قال عندي هذا كتاب أنا ذاب بهذا المكان كان على إحدى الأرفف كذا من فترة طويلة مجموعة أوراق وصحف هكذا أنا خطتها هذا إذا تأخذوا تطبعوا كتاب أدعيه وزياراته بس شوف انتشار العجيب ما هو السبب؟ أنا حقيقة أيضاً كنت أتساءل عن هذا الموضوع أنه لماذا كل هذا الاهتمام وكل هذا الانتشار لهذا الكتاب؟ إلى أن علمت أن ابن الشيخ عباس القمي رحمه الله هو يقول يقول أنا سألت والدي عن هذه القضية أنه مسر في أن كتابك هذا نال كل هذه الشهرة دون كتبك الأخرى دون سائر كتب الأدعي والزيارات ما هو السبب؟ فقال هذا الكتاب بالذات أنا أهديت ثوابه للصديقة الكبرى فاطمة الزهرة عليه السلام الله صلى الله عليه وسلم وآله محمد وآله محمد وعجل ورجو والعام شيء الذي بإسم الزهراء ينال مثل هذه الشهرة ينال صاحبه مثل هذا التوفيق لأنه شيء مرتبط بالزهرة عليه السلام أنتم اليوم أين تجلسون الآن؟ في مسجد الصبط الثالث المحسن الشهيد عليه السلام الواقعي في أرض فدك الصغرة المهدات حسب اللافتة الموجودة على الباب شنو؟ أرض فدك الصغرة مهدات إلى مقام الصديقة الكبرى فاطمة الزهرة عليه السلام بالله عليكم أكان يمكن أن تتحقق هذه المعجزة أنا أسميها معجزة في أسبوعين؟ يجمع أكثر من مليوني باونت؟ وإحنا اللي علينا أساساً ألف مشكلة وتحاربنا جبهات عدة في أسبوعين ننجح فيما لم ينجح به أحد قط وبأبسط الجهود قسم منكم حضروا تلك الجلسات جلسات البث المباشر والتبرعات من أوائل الساعات أو أيام كانوا يقولون هذا جنون أصلاً وين يتحقق؟ وين يصير؟ كيف تحقق؟ الآن أمامنا هذا شيء رؤية العين الآن كيف صار؟ من يصدق؟ في أسبوعين ينجمع مليونين باونت؟ بالإضافة إلى المبالغ الأخرى مصاريف المحامات وماد التسجيل وكذا والضرائب والآخرة يعني تقريب مليونين ونص في أسبوعين فقط وبأيسر الجهود موج بشري عجيب من شرق الأرض وغربها كلهم تبرعوا فيهم مؤيدونة فيهم معارضونة فيهم المسلمين فيهم غير المسلمين فيهم الشيعة فيهم غير الشيعة عجيب هذا عجيب ليش؟ وهذه التوفيقات اللي حصلت وهذا الانتشار الرهيب والكرامات وقضاء الحوائج أشياء غريبة واحد حقيقة واحد أحيانا يفكر بها يقول هذا حلم أصلا كأنه مواقع شنو السبب؟ لأنه مرتبط بفاطمة من اليوم الأول أول ما أعلننا عن حملة التبرعات قلنا نريد أن نقدم هذه الأرض هدية للزهراء عليه السلام خلص الزهراء قبلت وهي مشة الأمور والله هي مشة الأمور بشكل عجيب وغريب هذا بحد ذاته للعلم يحتاج إذا واحد يريد أن يوثق للتاريخ يؤلف منه كتاب يمكن خمسمائة صفحة فقط في أنه كيف ما هي قصة تأسيس أرض فدك الصغرى في هذه البلاد شلون صارت هذه بس؟ بمراحلها بتفاصيلها بتحدياتها بما تعرضنا له بالعقبات التي اجتزناها شيء غريب بمعنى الكلمة إنها فاطمة شيء الذي يرتبط بفاطمة الزهراء عليه السلام ينجح مئة بالمئة